شباب تبع جامعة وليه عقب دراسة الصراع خلصنا أكلنا والرجل قاد تتكلم معنا لسه نروح ونظر ونظرنا قاعدين أسبوع فلسه نروح ونجد عربيت سرينة جاية ورنا ويوا 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 ان صاحب المحل بعد ما طلعنا من المحل صاحب المحل تبعث له سيلة ان هم سرقوا البار بتاعه كله ان انت تتكلم مع الناس دولا او تدي معلومات عن المحل خلاصة هذا هو تسلح كنت تتكلم عن المساعة انت تشتحمينا انا جاي بقولكم ان انتم فضلكوا ساعة ويمكنوا تتخلوكم مثل هؤلاء ويمكنوا تترواحوا برحيم ما اريد او 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 اصروه ان المافيا في ايطاليا كانت متوغلة لدرجة لانتخالها حتى وصلت بعد كدما انتشفت ان كان هناك بدوصل لجوه في المدن لجوه الناس اللي شغالين في البوليس ذات نفسهم ووصلت لبلسكوني ذات نفسه في بلسكوني بلسكوني ده رئيسه وزارة دلسكوني بس هو تشال وفيه حد جاء مكانه وهو هيلجع تاني بس هو المافيا والبسنس كونيكتد وهذه هي الرأس مالية نخرب من الرأس مالية بقى تحياليش ساركين استوليم نخش بقى من الرأس مالية على الرأس المالية اللي احنا بنشوف هنا في مصر انا شاب عالي 24 سنة وفكرت زي اي شاب لسه نتخرج كله انا هو عاوز يتجوز بقى وكلام الاحلام اللذيذ ده حد هنا افكر اتجوز؟ او واحدة؟ طب انا بقى يعني ممكن اقولوك لو فكرت اتجوز بقى موضوع الشقة لو اهلك مساعدكش بالشقة بقى انت لش تتجوز عشان دي حفيكم مرة في البرد اللي احنا عاشينا فيها لما سعر المت الي وصل في اسكندرية هنا في حتى عالترعة حروش الكلمير اه فا انا يعني انا نوصف انا عاوز الفتك لانتونيادس لو اسموا عن انتونيادس عبارة عن كومباوند هو سوية بس هو عالترعة يعني وانت بتختح كده تلاقي الترعة برضو قدامك زيندوز ذاك عاوس قالت يعني انا راح يتجوز. ده اللي لقيته. قلت اشوف. فقعد مع السنت بتبيعلي الشقة. قلت لها عاوزها جوة ولا برا? فقلت لها هشوفي انا ولا ارخي. بتتكلم بقى بتتكلم من ايه من الفين ل خمسة يوم ما تطمع ازوان. قلت لها. احنا عندنا قال شقة مية سبعة وسبعين متر دي اللي بتبص. مش على الترعة يا ريد. على مصنع الورد اللي جنب الترعة. يعني اسوأ. انا ما حصلش الترعة كانت. فقلت لها طب لو سمحتي بقى ايه? قيتي مية سبعة وسبعين متر. حضرتك لو حتقصر. اه القص الشهر دي خمسة الف جنيه في الشقة. غير مقدم تلتمين وخمسين الف جنيه. اه الشقة حضرتك اه من تمنمين وخمسين تلتمين وخمسين. قلت اه من غير اعروس ما دي مش اه انت بتتكلم في فنز واحد اللي هو الشقة. فغير بقى طبعا التوينز والفرح والسلام الكلام. اه وشها وقاط. وطق مش غيري. اهم حاجة طق مش غيري. بس فالي انا عاوز اوصله ان ربناكم فهمش تبه. ده اول حاجة. ربناكم فهمش تبه تاني حاجة. ويجتهدوا. ولو يعني نصيحة لو لو ولد او بنت. حاول اقنع ولتك ان هو لو انت ولد مثلا وحب ان تقدم لأختك. وهو شب. حاول ان هو يتفهمه. ولو بنت برضو. طقف كان بخوها عشان ربنا يساهل. بس اه. انا خلصت وشكرا. سالي. سالي. يلا يا سالي. هم ستنينك. او با دي انا. لا يا سالي. سالي. نعم. نعم. با دي. نعم. 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 ايه! ايها! ايها! يعني حابوا يشوفوا مرهوم الحب بالنسبة لأبسر حاجة فرحوا الأطفال اللي هم مداخت العشر سنين اللي بنسبة لهم الحب ده حاجة يعني مفيش مرهوم فيما هو حاجة فطريب يعني فمن ضمن الأطفال يسألوهم إيه مرهوم الحب فطفل أصبا يرى جاوبة ألف من الحب هو أن مما تدي بوابو أكبر حتفخ على هذا وطفل الآخر كان يقول الحب إنك بنت ماش والد كان من الحب إنك وطفل تاني ينادلها باسمها وهي تخس الاسم ده منه وشخص تالت، ده كان أحسن شخص يعني كان بيقول إن الحب بالنسبالي هو إن تيتا وهي تنسح المضارة ومش حالك تنسح المضارة عشان إيه ده تترهش فجده يأخذ المضارة ده ينسح حالها رغم أن ييده كمان متترهش تمام؟ أتكلمه عن إيه تاني؟ خلاص مثل الموضولة، أتكلم عن الموضولة موضولة أفور أتكلم عن المتاهيم بقى يعني السعادة بنسبالنا إيه زي الحب بنسبالنا إيه أحنا، الحاجات دي مين اللي عرفتنا؟ الحاجات دي بالفترة إيه جوان؟ يعني لو سألت حاج السعادة، إيه السعادة؟ أه اللحظة دي؟ طبعا، حقيقة كل رأيت بما عنده مفهوم مختلفة أنا عكاشة الدبوس الدبوس التالكة مش تبوس داخل مبدأي أنا عكاشة بإنت أخوكي الكلمة زي بزرق بتحبو تغضع الحروف كده بضموين وكذلك الحاجة برضو أنا قد هناك كده بتفرق من تقريبا أنا عارف كلها يعني أنا عارف حاجة عن كلها فيه كرة من المنوعون ومشوفت كل ماس فيه إنجاري بتعبوض الظلم سأقول اسمك مارو أنا مش عارف اسمك بس أنت روحت كينيا كينيا هل يروح كينيا يا راجل أمسك بس أنت روحت أمسك بس أنت روحتك ومشرف عالي نعلم لا أنا عارف أنا معك أنت روحتك في كرة غامل جدي لا أنا مش خاطص ساعة مرة أتصور حق وموطن أنا أول مرة أتصدق من هنا بركو اللي علاخ بالمكان هو عارف عني الحكة أمسك بس أنت روحتك لا مش نحور سنع بس أنت سنع بس أنت روحتك بس أنت روحتك سجاة؟ سنع بس أنت مرحو الأهزة هل تقوم بالنهزم؟ طيب أنا هحكي عن موقفين حصلولي طبعاً بنات كثير من ماشية في الشارع بتتعكس والموضوع ممكن يوصل إلى حد بيلمسها بطريقة عشوائية جداً يعني ممكن تبقى قصن حركة ملاش أي معنى مرة وانا نازلة من بيتنا فواحد معادي أنا ماشي كده واماشي كده فأنا ماشي راح أماني كده وهي حاجة ملاش أي معنى وهو ما حسش أكيد بفرط اللازلة لما عمل كده بس هو قرار عادي بمسني عشان أنا معاديها مجابه فأنا اتكررت إن أنا خضرابه فأنا بكرر القرار ده كل ده جيب صنع فشط إن أنا تحت البيت وحضرابه ولما أضرابه هو أكيد سيدرابي واسعة أنا سيدرابه فأنا مساكته كده ورحت بقوله انت بتعمل إيه؟ فستاك كده وقال لي فيه إيه؟ رحت مدينه شنود هنا خفيف قوي يعني مماشي أي حاجة عملت له كده قلت له أنا حامله كده وخلاص حالي بس الحقيقة أنا لما عملت له كده رقيته ما عملش أي حاجة قلت بتعمل مماشي بقيته شنود بقى في أنا؟ كان قوي جدا لدرجة إن أنا تلك يوم سوارجي كبير كان واجعني جدا لنه ديته شنود كبير كان مماشي كده بس ته فقلت بقى طب ما هي لو بتمشي؟ فقلت بقى طب ما هي لو بتمشي؟ فقلت بقى طب ما أنا بني واحد درجته وموضع ماشي تمام طب ما أنا بعد كده بقى أي حاجة يعكسني؟ يعكسني حضره فليسه ممكن ده حصل معي النهاردة بس ما مشيش زي ما أنا كنت متخيلة كنت هو شخص لطيف جدا وظريف تاني أنا ماشي على البحر فهو كان واقف في حطة رجلوم كده على بتاع دي عشان يلمعه الجزم فهو أنا جاي أصلا أنا أقصوه تكومنج إن هو حقيع كسمي فأنا كنت مجحيزة الخطة إن أنا حضرهه في كعب رجلي عكسمي فعلي وقال لي يا بطة يا مقلوزة فأنا رح تمزيانه في كعب رجلي رح رضي فعلي كان إيه؟ يا بدي عجيب فأزيت اللي هو يعني إن هو شخصية يعني دماني الخطة اللي كانت تنبغي مرحبا شكرا باروان بسر 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 بسر